السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابي أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ختي ما تنسوش الصلاة على الرسول شوفوا معي ختي على وصفاء شوفوا معي على صبغة طبيعية مئة بالمئة مكونات من المطبخ ذلك مكونات بسيطة جدا وإنك تأتي نتيجة خطيرة وغزالة بزا صبغة طبيعية مئة بالمئة لتغطية الشيب إن شاء الله يا ربي توصل الأخوات اللي كيبغي وصفة طبيعية هناك كما كتشوفوا معي أخوتي هذا القرنفل القرنفل شديته وطحنته غبرة كما كتشوفه معايا أنا غنوريه لكم بقيم سمار بالنسبة للأخوات اللي ما كيعرفوش شنو القرنفل طب إذل حال كنا كنعرفوه لإني لو أعلمتكم شي أخت ما كتعرفوش فهو هذا على التي يكون مسامرات على هاتشكل هذا كما شفته أنا شديته وطحنته في الطحانة دي العطرية وغربلته خديت القياس دي لسد المعالق رح ريحته غزالة بزا فرحته قوية وغزالة بزا ف بالنسبة للأخوات اللي ما كيعجبه مش القرنفل أنا كان ما قالاش حاجز مثل القرنفل بحما قال ريحتها بالنسبة للأخوات اللي ما كيعجبه مش القرنفل يمكن استعمله السوك السوك اللي كان استعمله الغزال بزا فتهوف تغطية الشيب كيعطيه لون نحاسي غامق فنفس الشيء كيعطيه السوك نفس الشيء كيعطيه القرنفل اللي متواجد عندكم أنا هنا استعملت القرنفل بحكم أنه كيعطيه لون للشعر البيضة كيعطيها لون نحاسي غامق مع المكونات اللي غادي نخلطه إن شاء الله آآ فأنا بغيت هنا تغطية الشيب آآ شاملة شوفوا معايا اخديت معلقة صغيرة فقط كما كنت شوفوا معايا بذل حجم هذا معلقة صغيرة بزاف لديل حنا حنا طبيعية مئة بالمئة ما في هاتشي مواد أخرى حكم أن نحنا بغينا هنا وصفة طبيعية المياه مخوتي هنا غادي ناخدوش معا معلقة كبار ديال القهوة سريعة دوبان نخلط كل شي آآ جوج معالقة كبار كما قلت لكم فأكرر هاد المقادير ولا هاد القيأس اللي كان أعطيكم كلكم ستم تحكموا فيه. بحكم الشعر ديالكم. أنا هنا كان أعطيكم قيأس ديال الشعر ديالي. هنا غادي ناخد جوج معالقة كبار ديال القهوة. قهوة اللي كان تبخوها. بيني القهوة ديالنا العادية. هاد الجوج القهوة سريعة الدواء يعني وقهوة الخرى فكي اعطونا واحد المزيج اللي هو قوي على الشعر الابيض اللي هو بز من هذيك الشعر البيضة ان شاء الله غدا يتسبغ مع القرنفل بعدك شوية ديال حنا واحد المزيج غزال بزاف واحد المزيج كي يحمق الرائحة مما نقول لكم مش رائحة غزالة بزاف اقول لكم بالنسبة للاخوات اللي اه ما كيعجبون في القرنفل فايمكن لهم يستغنوا عنه يستعموا السواك السواك اللي كان حكو به الفم ديالنا فهوك يكون مزوين يمكن لهم يطحنوه او لا اه يطحنوه من الاحسن يكون المطحون اللي لك يعطي نتيجة اكتر من اللي كيتستحن حسن من اللي كيتغلى من اللي كيتغلى من اللي كيتستغنى ما كيعتاش النتيجة مئة بمئة لكن فضل انا احسن انه يتستحن السواك هنا غادي نكمل هذي المكونات كنضيف هنا المسخون الماغلي ضروري الماغلي هلو القهوة كي تزيد تبغي المطايب قهوة الخرق سريع الدوام كتبغي المطايب اه الحنة تهية كتبغي المطايب باش تختامر بسرعة اه القرنفل احتهوة قرنفل اه في زوية طبيعية من اللي تحنتو كان زيت كان زيت يعني فهد المكونات كلها الا وما تعطينا واحد سباغة للشعر ديالنا واحد اللون غزال بزاف لتغطية الشعيب انا اكرر بالنسبة الاخوات اللي ما كقدوش يصبغوا الشعر ديالهم بالسباغة الكيموية الا كيبغو لون اه زين تب거و شيب ديالهم يتغطى كيبغو واحد لتغطية الشعيب كيبغو واحد تفتيح الشعر ديالهم شاء الله يربي هاد الوصفة هادي عن تجربة ان شاء الله يربي تعطيهم النتيجة اللي كيبغو خوتي يبغيتين نقول لكم بعض من الصباغ الكيموية بعض منها يعني ممكن تعطيكم النتيجة اللي بغيتو ديك ساعة ممكن ما تعطيكمش النتيجة اللي بغيتو ديك ساعة وممكن انها اه تخسر لكم الشعر ديلكم تكتر لكم في الشيب اه هي زوينة من لك تعطيكم النتيجة تمتم ماشي بحل الوصفة الطبيعية خاسك تكرري وتكرري ولاني عندها اضرار عندها اضرار جانبية فهي كتزيد تكتر في الشيب وعندها اضرار على الصحة ديالنا وعلى الفروة ديال الرأس ديالنا بعدوا منها بعدوا منها راها كلها مواد كيموية ماشي شي حاجة لصحية لنا ولا الشعر ديالنا شوفوا غير رائحة ديالها كتكون قوية كالدرنف في العينين هذه كناصحة من نسبة الاخوات اللي كيحبوا الوصفة الطبيعية ديال الشعر بحالي انا نحنق على شي حاجة متوصفة طبيعية للشعر فاخوتي مكين محسن من الوصفة الطبيعية واكترية اه كيكونوا ارخاص يعني ماشي شي حاجة اللي غالية من المطبخ ديالنا ممكن خرجوا وصفة ممكن نستعملوا ماسك للشعر ديالنا ممكن نستعملوا خلطة للبشرة ديالنا غير مطبخ ديالنا حسن ما نشريوا اه اشياء اللي هي باهدة ثمان وفي نفس الوقت ما تعطيناش النتيجة يعني انتي للشعر ديالك اسود ومشيتي شاريتي اسبغة بنيا ما غادش تعطيك ذاك اللون البني حاسكي تستعملها عدة مرات وحتى التغطية الشي ما كتعطيش نتيجة مئة بالمئة خاسكي تتكرية عدة مرات ممكن تشوفي الغفل دياله في الشمس فقط يعني ما تعتكش ذاك اللون البني اللي واو فانا غي بغيت نقول لكم راح تستبغى الكيموية يعني ما تعتكم في النتيجة خاسكي تكرية عدة مرات فما بالك الوصفة الطبيعية وصفات طبيعية كي يغضيونا الشعر كيغضيونا الفروة ديال الراس في نفس الوقت كي يعطيونا واحد سباغة اللي هي طبيعية مئة بالمئة وما عندت تشي اضرار لانهما كلهم وصفات طبيعية مئة بالمئة ما يمنى كترت عليكم في الهدراء واني كنت من يا ربي اخوات اللي ما كيقدوش يصيبو الشعر ديالهم بالسباغة الكيموية عندهم عدة ياخدو ادوية ما عليهم الطبيب او اي شيء من ذلك يكونوا دلوصفات اللي كيستعملوا ديال اللي يستبدوا منهم ويوصلوا ليهم وكنشكر بزاف الاخوات اللي كيجربوا الوصفة ديالي وكيخليولي في التعليق اه شكركم بزاف بزاف. مهم انا بقيت كنهدر راني اضفت واحد المعالقة ديال زيت اه ارغان اه اي زيت انتم ما عندكم يعني زيت ارغان ممكن زيت اللوز ممكن زيت لافوكا اي نوع ديال زيت عندكم. هنا فقط باش ذاك المواد اللي اضفنا ما تنشف لنا الشعر ديالنا فاضفنا معالقة اه معالقة كبيرة لحسب النوع ديالشعر ديالكن طب في دلحال انا هنا ضفت معالقة انتم ما ضيفوا معالقة ونصر جوج مالق على حسب النوعية ديالشعر ديالكن. هنا انا غادي نضيف تاني معالقة ديال الشوكولات الخام والشوكولات المر المر البنات ماشي الشوكولات اللي كنديرو في الحليب لهذا تكون مر ديالحلوية فقط. يعني كيتباع بوحدتو ماشي ديال ماشي ديالالحليب. بزاف الاخوات كيمشوا بغلطين لكيستعملوا هذا دي الحليب رعا ما غاديش تستقليكم ما غاديش تستقليكم الى استعملتوا هادك. هذا الشوكولات مر خام كيكون مار تيكون خاص فقط للحلويات. وكرر انه بزاف تيبشي وغلطين. المهم انا هنا كنحرك ضروري ما الوصفة تكون كريمي. اه غادي نضيف واحد شوي دي المطايب. وانقا كنحرك حتى نحصلوا لواحد المزيج اللي هو لين ونديروا في الشعر ديالي والسقلية. بالنسبة اه بالنسبة للطريقة. فانا خوتيما نصحكم انكم تستعملوا التوقيت للشعر يكون نقيب. بـ اه بشدرنه في الشعر ديالي وتقتيني واحد نسي الزرفة الشعر ديالني يكون اقيم من الاحسان خالي من الز Fit مشان يكون بزيت وتكون مصدخون خليع سلو مغاني و stayه مغغاني في الحمام من الاحسان انا الشادي يكون مغصول مغصول ب engines ATM"; مغصول مزيان. قوم نطبق علي هاد الوصفة هدي. ونخليها في الشعر ديالي على الاقل واحل خمس ساعت 68 مش مشكلة انا كان يجبها في الصباح son Jkking نغسله. والاحتلال الليل. عاد كنغسله. كنديرو منو ماسك الشعري. تغذية الفروة دي للرهس ديالي. وكيرطب له الشعر. اف نفس الوقت. تغذية الشيب شاملة. ان شاء الله يا ربي بازن ربي العالمين. وفي نفس الوقت. اه ما نغسل الشعر ديالي نغسله فقط بالماء. فقط وكرر ما نغسلوش بشامبوان. ما اللي نغسلوه من هاد الوصفة هادي. نغسل فقط بالماء. شامبوان ما نغسلوش بها. احتدوزو حد المدة دياليومين ولا ثلاثة ايام. حيث هاد الوصفة هادي. كل ما غسلتها غير ملماء. كل ما كتبقى في الشعر ديالك اكتر. كل ما كددت تطلق. كل ما كددت تعطينا واحد اللون اللي هو الشيب غامق. تمنى تكون وصلت لكم الفكرة. يعني لو غسلتوه بشامبوان. تم تم. هادي وصفة طبيعية. فانك بحالي كتغسله ذاك شي اللي درتي. عندك الوصفة اللي درتي بحالي كتغسلها. فكان نصحك اختي تخليها واحد للمدة دياليومين ثلاثة ايام. اللي درتي على الشعر نقي. عا تغسليه بشامبوان ديالك نورمال عادي. اه ممكن تديري البلسم. ممكن من البعض ملي تغسليه اه دهنيه. ضروري ملي تغسليه ديري دريلي شوية الزيت. دهنيه بشوية الزيت. فقط هادي كم علومة. لان وصفة طبيعية لغسلتوهم بشامبوان تم تم. فغادي تغسلي لك شي اللي درتي كاي عذاك الماسكو ذاك الافي قاعد يتحيي دي. ملي كتخليها كتغسليه فقط بالماء وكتخليها فشعر ديالك. اه. كتغسليها مزيان. كتغسلي شعر ديالك فقط بالماء مزيان او كتخليها فشعر ديالك وحد اليومين. كتزيد التغلق يعني داك الشيب لدي عدك او للشعر الابيض كيزيد يغمق. كيزيد اللون دياله يغمق. وتمنى تكون وصلت ليكم المعلومة. يعني هنا كان مسحة هذه الروينة اللي فقد نخليها وغادي نغطي هاد ال غادي نغطيها بالسلوفة ونخليها واحد للمدة ديال البيض ما انا غصلت الشعر ديالي ونغرج عليها اه ضروري هاد القديدة السلوفة هاي البنات تمت العملية على خير طليت تكشيف الشعر ديالي طليت الوصفة في الشعر ديالي شوفوا البنات غزالة 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 غادي نخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله